اشتركوا في القناة وعلى نبينا محمد أزكى صلاة وأفضل السلام توقفنا في الحلقة السابقة عند قصة نبي الله موسى عليه السلام كليم الرحمن وذكرنا قصة ذهابه أو خروجه من مصر وفراره من فرعون وجنده وظلمهم إلى مدين خرج خائفا مرعوبا يريد النجاة فذهب إلى مدين فمكث عندها أو مكث فيها سنوات طوال وذكرنا أحداث القصة عندما دخل فيها وساعد المرأتين وجلب لهم الماء ثم جاءت إحداهما تقول له إن أبي يريدك حتى يشكرك على ما بذلته لنا وساهمت في مساعدتنا فذهب إليه موسى وقص عليه القصص فلما جاءه وقص عليه القصص وهذه في صورة القصص يعني أن موسى ذكر لهذا الرجل في مدين وهو رجل عربي لأن مدين بلدة عربية فقص عليه القصص ماذا حصل له بالتفصيل في مصر وإلى آخر ما ذكرنا في الحلقات السابقة ثم قال له هذا الرجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي كانت عنده ابنتان إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتيني التي أنت رأيتهما عند البئر على أن تأجرني ثمانية حجج يعني على أن أستعملك تخدم عندي ثمان سنوات هذا هو المهر الذي سأزوج به إياك إحدى ابنتي تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا يعني إذا كملت الثمانية وصلت إلى عشر سنوات فمن عندك هذا من كرامتك وهذا من سجاياك الطيبة إذا أنت أتممت عشرا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك يعني لو كفيتني الثمانية تزحك الله خير يعني أوفيت وكفيت وأنزدت فهذا كرم منك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال له موسى ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل يعني هذا عهد بيني وبينك أني أعمل ما أستطيع أن أفعله ووفيه فإن وفيت ثمان سنوات فلا عدوان علي أنا وفيت الذي أنت تريد وإن أتممت العشر فهذا إكرام من عندي ومساهمة لشيبتك وسنك وهذا أيضا من إكرام موسى لهذا الرجل ومساعدته لابنته يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في تفسير هذه الآية عندما سئل رضي الله عنه حبر الأمة وترجمانها أي الأجلين وفى موسى هل موسى مكث ثمان سنوات وعشر سنوات قال بل أكملهما وأوفاهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل فموسى عليه السلام مكث عند هذا الرجل أي خدمه عشر سنوات كاملات مستوفيات فكانت هذه العشر سنوات هي مهر كي يتزوج موسى من إحدى ابنتي هذا الرجل الكبير من أهل مدين فمكث موسى عشر سنوات يخدم هذا الرجل ويخدم كذلك بيته وأهله ثم تزوج هذه المرأة التي يعني جاءت إلى موسى من قبل يقال أن موسى عليه السلام مكث بعد هذه العشر سنوات عشر سنوات أخرى يعني أنه مكث في أهل مدين عشرين سنة عشرين سنة بعد أن خرج من مصر وهو شاب فتي كما يقول الله عز وجل فلما بلغ أشده واستوى يعني كم بلغ من عمره عندما خرج من مصر لا يعرف لكنه كان شابا فتي يعني نستطيع أن نقول في حدود العشرين سنة لا نستطيع أن نجزم لكن هو تقريبا في هذا الحدود فعشرين سنة في مصر ثم مكث عشرين سنة في أهل مدين يعني موسى بلغ من عمره تقريبا أربعين سنة والقرآن الكريم وكذلك السنة النبوية لم يأتيانا بتفاصيل ما حصل لموسى في مدين يعني أنه هل رزق ذرية هل عنده أبناء هل تزوج بغير هذه المرأة ما الأمور التي حصلت لموسى في أهل مدين لم يذكرها لنا القرآن ولا في السنة النبوية لكن جاء عند أهل الكتاب أن موسى ولد له ولدان إثنان من هذه الفتاة فاصل قصير ثم نواصل معكم حياكم الله حبتي المشاهدين أخواتي المشاهدات توقفنا قبل الفاصل أن موسى عليه السلام مكث في أهل مدين عشرين سنة كما يذكر أهل التاريخي والسير وأنه عندما خرج من مصر كان عمره تقريبا عشرين سنة فهنا بلغ موسى عليه السلام أربعين سنة بعد أن تزوج هذه المرأة الصالحة ابنة ذاك الشيخ الكبير من أهل مدين فهنا موسى بعد عشرين سنة مكث في أهل مدين وكما ذكرت سابقا أخواني أخواتي أن أهل مدين هم عرب فموسى يمكث عشرين سنة في أهل مدين لابد أنه تعلم اللسان العربي لكن لم تذكر لنا أي شيء من المصادر شيئا عن كلام موسى أو تعلمه للغة العربية والعلم عند الله لكن عشرين سنة كفيلة بأن يتكلم الرجل لغة العربية لأن أهل مدين كانوا في شمال الجزيرة العربية فبعد عشرين سنة مكث موسى وقد بلغ من العمر تقريبا أربعين سنة اشتاق موسى إلى بلده الأول وهذا فيه الشوق إلى الأوطان وحب الرجوع إلى الديار مهما طالت الغيبة ومهما طالت المسافات وطالت الأسفار عن البلد الذي ولد فيه المرء والإنسان لا بد أن يرجع إليه يومما وهذا الشوق أخواني أخواتي وهذه المحبة محبة فطرية الشوق إلى الديار ومحبة الديار وتذكر الطفولة فيها أشياء فطرية النبي عليه الصلاة والسلام حصل معه شيء كهذا عندما أخرج من مكة صلى الله عليه وسلم وقف على الأطلال أطلال مكة يعني جبالها ثم التفت إليها وقال بالله إنك لأحب البقاع إلي أحب البقاع إلى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا هي مكة لماذا؟ لأنه ولد فيها وترعرع فيها ونشأ وشبه وقوي عوده في هذا البلد فحبه كان صلى الله عليه وسلم حبا فطريا كما هو يحصل في جميع البشر أنهم يحبون أوطانهم وديارهم وبلادهم فموسى هنا اشتاق إلى بلده مصر فاستأذن هذا الشيخ الكبير أن يرجع إلى مصر مع أهله بعد أن مكت هذه السنوات الطوال وكان موسى عليه السلام رجلا غيورا يعني يغار شدة الغيرة إخواني أخواتي محمودة لكن طبعا لا توقع في حرام لكنها غيرة طبيعية أن الشخص أو الرجل يغار على أهله يغار على زوجته يغار على بنته يغار على أمه يغار على أخواته والمرء والرجل الذي لا غيرة فيه لا خيرة فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة ديوث من هو الديوث؟ هو الذي يرى الفاحشة في أهله ولا ينكر ولا يغير شيئا لذلك كلما علت الغيرة دلت ذلك على علوي الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام كان أغير الناس أغير الناس محمد صلى الله عليه وسلم وكان يقول إن الله أغير مني وغيرة الله أن تنتهك محارم الله فهذا أمر محمود أن يكون الرجل غيورا لكن لا تكون الغيرة من باب الشك والوساوس وتكون غيرة مفرطة في غير محله لكن غيرة تكون في محلها أن الشخص أو الرجل لا يريد لأهله مثلا أن يتبرجوا ولا يريد لأهله أن يكلموا الرجال مثلا الأجانب ولا يريد أن يخرجوا نساءه بلا سبب هذه كل غيرة محمودة أخواني أخواتي ينبغي أن نراعيها ويحمد صاحبه عليها فكان موسى عليه السلام رجلا غيورا جدا لم يكن يحب أن يرى أحد أهله حتى في السفر لذلك أحب موسى أن يسافر ليلا هذا طبعا من الروايات التي قيلت وقيل أنه خرج مع ركب خرج من مدين إلى مصر وكانت مصر معروفة طبعا في قديم الزمان في موطنها ومحلها الخصب للزراعة وأنها مكان للتجارة أو للتجار في عبورهم على البلدان أنهم يمرون على مصر فيقال أن موسى عليه السلام خرج ليلا لماذا؟ لشدة غيرته لم يكن يريد أحدا أن يرى امرأته أو ذريته يعني إن كانوا أولاد أو بنات فخرج موسى ليلا من مدين ذاهبا إلى مصر فما الذي حصل في أثناء الطريق؟ سنذكر ما حصل لموسى عليه السلام لكن في الحلقة القادمة إلى ذلكم الحين نتركه في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا